فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نار حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضري لا يسمن ولا يغني من جوه وجوه يومئذ ناعمة لصعيها رادية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها أين جارية فيها سرور مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ياذرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف ستحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا ما تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا هسابهم صدق الله العظيم